سؤال رقم أربعة طلب منكم في السؤال رقم أربعة تسيد معقب هوائي لأشغل رقم واحد كما تلاحظون أول شيء نبدأ به وهو تغذية المقاييس نغضي المقياس الأول بفتحة تغذية P ونغضي باقي المقاييس بP ثانيا يجب تركيز على متمن شغول رقم واحد كما تلاحظون هذا المتمن هو متمن إعادة المراحل بالضبط تعاقب أو نركز على مرحلة التي يحدث فيها التفرع وهي مرحلة X13 وليس مرحلة X11 التي يحدث فيها تباعد أو عندما نركز على مرحلة X13 نلاحظ الشروط الخارجة منها نلاحظ أن شرط الأول D وشرط الثاني D bar إذا كانت هناك شروط متشابهة نذهب إلى مقياس 13 ونكتب الشرط هنا شروط المتشابهة أما إذا كانت شروط غير متشابهة مثل هنا D وهنا D bar لا يوجد شرط متشابه في هذه الحالة نكتب واحد منطقي ونمثل له في الهواء بفتح التغذية الدائمة P إذن P هذه نقصد بها واحد منطقي إذن تصبح المعادلة A معادلة A X13 في واحد وهي X13 وأهم شيء هذه المعادلة لكي تفتح لك مشاكل كثيرة ستصادفها بعد قليل بعد ما أكملت شرط مهم وهو مقياس 13 أبدأ في معادلة تنشيط والتخميل وأجسدها في كل مقياس نبدأ في مرحلة X10 أو مقياس X10 كما عرفنا من قبل ينشطه مقياس X14 في X1 شرط الانتقال ZX20 المراحل وضعتها لكم باللون الأحمر وشرط الانتقال باللون الأسود إذن X10 ينشطه المقياس السابق وهو X14 لو ندعه بهذا الشكل تصبح معادلة X14 في الصفة لماذا؟ لأنه لا يوجد شرط الانتقال إذن هنا نكتب X1 وتصبح المعادلة X14 في X1 لكن وضع لي X14 في X1 زائد X20 في هذه الحالة نحتاج بوابة أو ذو مدخلين مدخل الأول X14 في X1 ومدخل الثاني X20 هذه معادلة تنشيط بقي لنا معادلة التخميل X10 يخمله المقياس X11 إذن من مخرج بX11 نربطه بمدخل X10 10 الأفعال لا توجد في هذه الحالة نضع سدادة لكي لا يتسرب الهواء نذهب إلى مقياس الثاني كما تلاحظون مقياس 11 مقياس 11 ينشطه مقياس X10 X1 و X11 انتقال أو إذن يجب أن تكون هناك بوابة أو أو X13 و D bar نبدأ في التسليل أولاً من مخرج A تصبح المعادلة X10 في السفر لأنها لا توجد شروط انتقال يجب أن نجسد شرطين X1 و X10 لذلك يجب أن نحضر بوابة أو بمدخلين نربطها مع المقياس X1 و X10 في هذه الحالة سبع المعادلة X10 في X1 في X10 موصولة بوابة أو إذن بقي لنا مدخل الثاني مدخل الثاني موجود فيه X13 فادي لاحظتم X13 الذي صممناها من قبل الآن نحتاجها X13 و معها شرط D bar إذن يجب أن نحضر بوابة أو بمدخلين وهذه البوابة نربطها بالمدخل الأول والمدخل الثاني نكتب في D bar و مخرج البوابة نربطه في مدخل بوابة أو ثم التخميل مقياس 11 يخمل مقياس 16 كما تلاحظون مركبان مع بعض على التسلسل كذلك يخملها X20 نربطها في مدخل مسحة الجماعي بهذا الشكل أما الأفعال يوجد فعلين وهم كM1 وكM2 نرسم السهمين نكتب فيهم كM1 وكM2 نذهب إلى مرحلة 12 في هذه المرحلة 12 ينشطها مقياس X11 فادي هذه هي X11 مركبة مع X12 لكن الشرط لا يوجد تصبح موعدة X11 في السيفة يجب أن نرفق الشرط وهو B أما X12 يخملها مقياس X13 كما تلاحظون مركبين مع بعض أو X20 مدخل مسحة الجماعي الأفعال توجد أربع أفعال لذا نرسم أربعة السهم ونكتب كM1 كM2 كOV وT نذهب إلى مرحلة 13 مرحلة 13 ينشطها مقياس X12 فادي بهذا الشكل X12 مربوطة مع T بقي لنا شرط الانتقال نكتب شرط الانتقال T أما X13 لاحظوا معي يخمله مقياس X14 أو X11 لذلك أو X200 X200 مربوطة من قبل مسحة الجماعي بقي لنا X11 أو X14 يجب أن نحضر بوابة أو بمدخلين المدخل الأول نربطها بمخرج B لمقياس 14 والمدخل الثاني نربطها بالمخرج B لمقياس X11 وفي هذه الحالة أنهيت معادلة التخمين الأفعال لا يوجد أفعال في هذه الحالة نضع سدادة T بعدما أكملت مرحلة 13 نذهب إلى مرحلة 14 مرحلة 14 كما تلاحظون ينشطها مقياس X13 لدينا معادلته من قبل هذه النقطة X13 مرفوقة بD في هذه الحالة نحتاج بوابة ووضع المدخل الأول نربطها بمقياس X13 والمدخل الثاني بD بهذا الشكل أما التخميل فيخملها X10 أي بهذا الشكل أو يخملها X200 وهو مدخل مسح الجمعي أما الأفعال فلا توجد الأفعال لذلك نربط المقياس بسدادة وهنا أنهينا معاقب الهواء ترجمة نانسي قنقر